اليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن السحر المأكول والمشروب او بما يسمى بعض الناس بالتوكر سوف نبينوا الاعراض دياله و سوف نبينوا حتى كذلك العلاج دياله فقمنا في هذا الفيديو هذا و لا تنشي فيه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و مرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم اول حاجة سوف نبدو بي اخوتي وهي السحر المأكول عنده بعض الاعراض كيفاش كيتم باش كي باش كي حدث هاد سحر المأكول او سحر مشروب فهناك سحر المأكول عنده نوعين النوع الاول وهو نوع ديال التسموم والنوع التاني ولي كي يكون مكلف به جينيو فالنوع الاول بكين بعض المرأة لا يغفر ليها او كتبغي تزاد في الحب ديالها ما بين راجلها كتدير ليه سحر مأكول شنوه ديال السحر مأكول هادا؟ كيدلولي بعض شي حاجة اللي التسموم ما كيلجيني لواله التسموم كتعطيه لي المرأة كيعطيه لي الفقيه كي يسمى بالفقيه اوه هو رسحر مش يفقيه هاد الفكرة خصة نحايدوها من العقول ديالنا انه مش يفقيه هادك رسحر ما معنى فقيه يعني مفقه في الدين هادك ما مفقهش في الدين مفقه غير في الخاوية مهم احنا الموضوع ديالنا مش هو هادا قلنا المرأة مليكة تبغيت تزيد الحب هي ورزوج ديالها وهذا خطأ عند بعض الناس يلا بغيت تزيد الحب اتقرأي بعض الآيات من القرآن الكريم وكذلك يقرأ هو كذلك وتزيدو تكتروا من المحبة ديالكم بالقرآن وبالدعاء غدي تزيد المحبة كهين بعض الناس اللي كيزيدوه محبة بالسحر مأكول المرأة كتوكل الراجل والراجل اللي كيمرض وكيطاح كيولي كيميل المرأة علش كيميل المرأة لأنه هي مرأة وهي اللي هتحس به وهي اللي غادي تعطيه الماكلة وهي اللي غادي تداويه غادي يقول لها جيب ليت حاجة غادي تجيب علي المرأة باش كتشوف الراجل طاح ومالعلي هاكتقول سيدو لك يبغين صافيه غادي نديرش رعيدية لا سيد راه مرأة ودرت إليه توكاله غادي تحاسب على ذاك شيء امام الله الزوجة اليوم قيامة وشوفي وش يسمح ليك ولا ما يسمح ليك السحر مأكل اللي كيكون مكلف به جني ماشي بحال هادا يكون مكلف به جني كيكون جني داخل الجسد ولي كيسبب بعض الآلام كيسبب بزاف دي الحواج اللي كتحس به همتايا غادي ندكرهم دابا أتلقاهم راه مكلف به جني أول حاجة أما بالنسبة للتوكال السحر مأكله مشترب فهو مر بحال بحال في الأعراض بالنسبة الأول حاجة كيحس بها المريض وهي ألم في المعدة والأمعاء أولا وهو ألم في المعدة دي ما الإنسان كتضروا المعدة دياله دي ما وخي يشرب اللي يشرب وخي يدير الليدر كتقدروا المعدة دياله توكال عنده خصوله بودا قادي نوريكم طريقة إن شاء الله عز وجل كيفاش تستخرجوا هاتوكال هادا بإذن الله حت كل واحد باش كي يخرج توكال دياله أنا قادي نعطيكم طريقة إن شاء الله عز وجل في سبيل الله اللي نجحت معاه يدعي معانا وهاتش اللي كايد أول حاجة قلناه وهو آلم في المعدة والأمعاء وبعض الناس اللي كيتراولوا يوم مشكيل كنشوفوهم حنا كيتراولوا يوم حد المشكيل كيجيك يقولك عندي بومزوي كيجي عندنا المركز كيجيك عندي بومزوي جي على بومزوي هو عنده سحر مأكله ولي مسبب لي عذيك الدربات ديال القلب اللي كيحسبهم في الصره دياله كيكون جيني ولي كيكون ديال السبب أنا مبغيش نشجل لكم جيني كيقول هاد العذرة هادي مبغيش نشجلها لكم ونقول لكم هاشنو كين واشنو كين راكين جنونه ولي كيدروا هاد المشكيل هادا في الجسد ديال إنسان الجن ملي كيدخول الجسد را قادر يدير أي حاجة في الجسد كيكون عنده استحر مأكله ولي ولي ما كيكونش عنده بومزوي راكين بعض النصر ما كيكونش عنده بومزوي اللي داروا اسسفراغ ولي داروا إسهال فما غداش يبقى عددهم داك توكال وميبدي بقاعدهم إلاكا ذاك الدرب وله بعد ذاك توكال شرعيا اللي عندو جيني اللي عندو توكال جيني اللي عندو توكال وجيني فهذا خصر روق هي شرعيا لما تحيد في الحصى ولولاد التانية التالتة الرابعة تالخامسة إن شاء الله يقدر يخرج دك الجنة فغد يبقى الجسد صافي ما فيه حتى شي حاجة وكذلك المريض كيشعر بالراحة كذلك من الأعراض وهو تشقق الأظافر كذلك من الأعراض انتفاخ في البطن انتفاخ في البطن عند النساء والرجال كذلك الانتفاخ في البطن كين بعض الناس كيقولك أنا نرى هذا الانتفاخ في البطن نرى عادي وأي وحد كتنفخ لي كرشور عادي لا أخو يا تشيرا ما عاديش هالشخصنا نقلبه على شنا ومنش كيجي هادش هذا أغلبية لما إلا إلا قيتيش حاجة إلا كان عندك شحاجة ديال الطبيب وعطاك الدوى ديالك وليتي بيخير راه بيخير إلا مشت للطبيب ودوو سيوخ ديالتوى وباقي عندك انتفاخ البطن نعرفنا عندك شي مشكل أو لاشي مرض روحي لا بدخسك تدير رقية شرعية أو لا استفرق بوحدك أو لدير إسال بوحدك أو لاشرب ما ديالرقية مهم شوف انت شنو غادي تدير كذلك من الأعراض وهو التجشؤ التجشؤ باللغة بالدرجة المغربية كنسموه احنا بالتقرع الإنسان كيت تقرع بزيال التجشؤ كذلك من الأعراض عدم الرغبة في الأكل الإنسان كتكون تزدودة ليش شاكية ما كيبغيش يأكل هذا عليش حيث أنه واكل شبعان ماكلة ديك ساعة ما كيقلبش عن الماكلة لا بددو الإنسان يحضي راسه أخوتي سحر ما أكوره من أقوى من أقوى الأسحار ولا بدخس لإلاج جيله في أقرب وقت ممكن خسر الإنسان يتعالج ما يخليش هادشي حتى يقول حتى نمشي للطبيب أو لا قلب العلاج في أقرب وقت ممكن كذلك من الأعراض وهي غازات في البطن غازات في البطن الإنسان كذلك توكال كذلك رك يدير غازات في البطن عامة آلم في الماعدة عامة وهو العلامة المؤكدة والعلامة اللي كتكون ديما هي آلم في الماعدة آلم ديما في الماعدة وآلم في الأمعاء هذا هو ضروري يكون عنده شيء هذا الإنسان يحاول يدير رقية سرعية أو لا يدير المدينة الرقية ويقشرب المدينة الرقية ويحاول أنه يستفرغ أو لا يسهل من الأحسن التوكل أرا كين شي توكل راه ما يخرج لك بالاستفرغ وبلامت أي راسك بلامت قطع أي راسك وقد قطع استفرغ التوكل خصو يخرج خصو يخرج استفرغ راه ما وحال وش يطلع لك التوكل كين بعد التوكل تكون واحد خصوك تدير إسهل وعاد يخرج ومش إسهل مرة اللولة قطع الخوش مرة اللولة مرة تانية مرة دالت على حسن توكل كيفاش النوع ديها وبالنسبة للأعراض عند النساء وهو تكون عندهم آلام في الوقت دي الدورة الشهرية آلام في الوقت دي الدورة الشهرية تكون عندهم موحدة آلام زايدة في الوقت دي الدورة الشهرية تكون عندهم آلام كذلك تساقط الشعر كذلك المرأة تكون عندها تساقط الشعر كذلك من أعراض السحر مأكل كذلك السحر ما أكل كيدير ضباب على العينين ضباب كيقول الإنسان تتولي عنده ضبابة في العينين دياله أو قلة قلة النظر قلة أنه ضعف النظر هدو ما الأعراض أخوتي بالنسبة لطريقة دي الإلاجية لهم كل واحده باش كيستفرغ كيلي استفرغ بأوراق صيدر والمدي القرآن كيلي كيستفرغ بالشيبة والحليب كييتبخ الحليب وكيستفرغ كيسترب وكيجيه تقيا كييتقيا كيلي كيدير كذلك أوراق صيدر والمدي القرآن اليوم آيات إبطال السحر ويتقيا كيخرج توكال وكيلي كيدير توكال وكيين بعض الأعشاب اللي كيتباعوا ديال توكال أو ديال إسهال تيقول كادرة يخرج توكال على حسب كل واحد مهم إحنايا بالنسبة الإنسان اللي عندهم توكال وبغى بالصحة أنه يخرج توكال فياخد السنة ما كيف مقال النبي عليه الصلاة والسلام السنة ما كي كتنقي الجسم السنة ما كي كتنقي الجسم هي والبابونج إنسان يحاول يبقى دي الوصفة دي السنة ما كي والبابونج إن شاء الله الزوج اللي ما يبقاش عنده توكال بإذن الله جل وعلا كنكون وصلنا النهاية ديال الحلقة لكتنقي أول مرة دخلت القناة لا تنسى تضغط الزر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يسلك كل جديد يتعلق بهذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبالنسبة لأخوتي للمركز ديالنا المقر ديالنا في كنين احنا كنا نسيدي قاسم حي جهارة العمار 1283 قرب التكوين المهاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته